ايه اخبار الفريق? و ايه اخبار الاستعدادات بالنسبة للفترة اللي جاية؟ عندي كلام مهم جدا و انا تعمدت النهاردة لما اتكلم في الحلقة في الانترو على الفترة اللي جاية بالنسبة للأهلي عايز اتكلم على اللي حصل النهاردة النهاردة صحينا على حاجتين اول حاجة الحق يا جدعة ده فجأة لأهلي النهاردة لغت تمرين الصباحي الحق ده برونو سافيو مصاب ده بسم الله الرحمن الرحيم لسه بتبدأ اليوم و اول حاجة بتشوف على السوشيال ميديا اللي موجود النهاردة فجأة لقيت الخبرين دولف وشي على طول كده قدام كل الناس الاهلي لغت تمرين برونو سافيو مصاب الحقيقة ايه؟ كلكوا عارفين بكرة بإذن الله في تدريب او في مباراة ودية للنادي الاهلي زي ما الجهاز الفني كان اعلن قبل كده عندنا تلات مباراة ودية مطش يوم 21 مطش يوم 25 و مطش يوم 29 و اهلي المباراة تدريجيا مباراة مع عبد روجيت ثم لقاء مع أسوان ولقاء مع طلائع الجيش اللي بيكتب الخبر واللي عايز يكتب معلومة عن تدريب الاهلي قبل مباراة ودية بـ 24 ساعة يعني وده معروف يعني يعني اي حد سواء يشتغل في الصحافة او بيتابع الكورة مفيش فرقة تعمل تدريب صباح ومسائي ليلة مباراة ودية ده ألف به ثانيا في برنامج كامل معد من المدير الفني السويسري مارسل كولر خلال الفترة الأخيرة حتى موعد المباراة الودية التالتة يوم 29 ساعة برنامج مكتوب بالساعة وبالضيئة وبالسانية لكل أفراد الفريق والجهاز الفني من أول يوم تمرين لغاية يوم 29 ساعة الرجل عمل برنامج كامل برنامج النهاردة 29 ساعة في الجدول تدريب مسائي فقط لا فيه تدريب صباحي ولا كان فيه تدريب صباحي ولا تلغى التدريب الصباحي النقطة الثانية الفريق موجود في معسكر مغلق في إحدى الفنادق القريبة من مقر النادي في الجزيرة بيبقى فيه محاضرات الصبح فيه تدريب استشفى فيه تدريب في الجيم والراجل عامل وحدات تدريبية ومحددها على مدار هذه الأيام وما بين المباراة الودية كمان فالبرنامج المعد إن النهاردة فيه تدريب مسائي المفروض بيذن الله في التويتر اللي بكلمكم فيه الفريق دلوقتي حاليا في ملعب مختار التيتش بالجزيرة والتدريب شغال دلوقتي وأنا معاكم على الهواء وبالتالي ما كانش فيه تدريب صباحي ولا الجهاز الفني لغى التدريب الصباحي ولا فكرة أصل الجهاز الفني لغى التدريب الصباحي عشان حالة الإجهاد والحمل البدني كل الكلام ده غير صحيح بالمر فبالتالي من أولا هو مفيش خبر أو معلومة عتنزل على السوشيال ميديا وعنعديها مش هيحصل حتى لو تفصيلة صغيرة شوفوا وصلت لفين يعني وصلت لمرحلة إنه يتقلق كان فيه تاميرين وتلغى فكرة إنه فيه تاميرين وتلغى دي الناس بتقلق ليه كان فيه تاميرين وتلغى إلا حصل أو فيه حد مصاب فبالتالي هيبقى فيه بلبلة من أولا هو إحنا مش هنعدي التفصيلة الصغيرة اللي موجودة على السوشيال ميديا لأن للأسف وبتسمع وبتقرأ وبتصدق أي حد وبتصدق أي حد ممكن يبقى قدامك مستند على الشاشة واضح ويقولك المستند ده من الصحيح مش عارف حصل إيه والناس بتصدقوا رغم أن الورق واضح والتصرحات واضحة والأمور كلها واضحة بس الناس بتصدق فإحنا مش هنعدي أي تفصيلة بعد كده فما كانش فيه تمرين والتمرين للمسائشة غال دلوقتي والأمور كلها الحمد لله تسير على ما يرام